سميت بلاد شنقيط باسم مدينة شنقيط التي كانت مركز علم ثم تضاءلت كثيرا الحياء البسيطة والعادات القديمة تجدها في شنقيط شنقيط فيها كثير من الفرحة في أعراسها وفي غير الأعراس تجتمع النسوة لمشاهدة رياضات يقوم بها الشباب والكهول من شد الحبل إلى التقافز فوق ظهر الخيل شنقيط مدينة المخطوطات وفيها مكتبات عائلية يحافظ عليها الناس جيلا بعد جيل معنى شنقيط بالأمازيغية عين الخيل وككل تعليل لمعنى مدينة في العالم ولا نستثني من ذلك لندن ولا باريس فالآراء كثيرة وهناك دائما رواية أخرى عدد سكان شنقيط اليوم بضعة آلاف وخرج منها رجال من أهل العلم الواحد منهم بالمئات والآلاف نذكر فقط محمد محمود الشنقيطي الذي لقب نفسه قتيل المخصص فقد حقق المخصص هذه الموسوعة اللغوية ضخمة وبذل فيها ضوء عينيه لتطبعها بيروت بعد موته وتزيل اسمه من الغلاف هذا الرجل نزل مصر فكان منارة لغة وأدم هذا واحد من كثيرين قد اقتنيت المخصص بطبعته البيروتية وكنت كثيرا رجوع إليه وكثير التعجو من هذه الدقة وهذا التحقيق المذهل ورأيت في المقدمات بعض الأساتيذ يتشاكرون على هذا الإنجاز وعندما علمت الحقيقة غضبت وكتبت عن هذا التنكر لجهدي الشنقيطي الكبير كانت شنقيط كبيرة وصغرت وكانت نواكشوت صغيرة فكابورة نواكشوت مدينة حديثة لم تبلغ السبعين من العمر في أيام الاستعمار الفرنسي كانت موريتانيا تدار من سنت لويس السنغالية على الحدود الجنوبية لموريتانيا وفي عام سبعة وخمسين اعتمد الزعيم الموريتاني المختار والددى قرية نواكشوت على الساحل لتكون العاصمة واستقلت موريتانيا وكبرت نواكشوت وفيها اليوم نحو مليون إنسان ترجمة نانسي قنقر